يا فندم إحنا عندنا جوه المحليات ناس هي اللي بتسير الأمور آه طبعا فعشان كده برضو أنا قانوني المحليات هل إحنا عندنا النضوج الفكري لإقامة محليات نضجة سليمة نضيفة نضيفة عشان إحنا لحد النهاردة بنعالج في الأسوأ اللي حصل من سنين جوه المحليات حليات آه إحنا إحنا وقفنا البونة آه مفيش بونة حصل؟ بي حصل على يوميا يعني مش كل يوم بيابنه جديد يعني الطوب الأحمر رأنا بعدي عليه وشايفاه في الطرق ده مش ده إحنا وقفين البونة وهذا اللي بيدايق المواطن معالي النائبة حضرتكم بيداييني أنا كناء يحس إن اللي بيشوفه واللي بيسمعه اللي إحنا بنقوله في التصريحات الرسمية وفي التلفزيون كأننا إحنا كلنا ما بننزلش الشارع إعلاميين ومسؤولين ودواب طب ليه بتقوله كلام تاني وده بيتقلنا وأكيد بيتقل لحضراتكم يا فندم بيتقلنا وإحنا متابعين وشايفين بس ما جاء النهاردة بقول لحضراتكم ما لاجي فيه مخالفات في البناء والسيد الرئيس الجمهورية مشترط على المحليات إن ممنوع المخالفة ممنوع البناء على الأرض الزراعية وتلاقي كل يوم فيه مخالفات على الأرض الزراعية ورئيس مجلس المدينة يكتفي إنه حرر محضر إنت إيه اللي خليك تستنى لما المخالفة تم إنت فين وأجهزتك فين عشان يدور على التصالح بقى وعشان يدور على التصالح وإيه اللي ورا كده وبعدين أنا بسأل النهاردة يعني هو مفروض إن رئيس الدولة ينزل يشوف مخالفة مخالفة لا يا فضع يشوف إيه ولا غماء عشان فتح عليها دي رئيس الدولة هيشوف إيه ولا إيه إن هو مش فيه أدوات رقابية تحت إيه عندي ما سأقول تنفيذي يا فندم من أمن العقاب أساء العمل أساء العمل بلاش أساء العمل أنا مكون رئيس مجلس مدينة النهاردة وعندي مخالفات ما حصلتش أيام الصورة يعني عندي في مجلس مدينة دي كيرنس رئيس المجلس حصل في عهدها في الثلاث شهور اللي عادوا دول مخالفات ما بيني ما حصلتش أيام عشرين الحداشر أيام الصورة مني حاسبها يا فندم معلش ويجت لجنة من الوزارة وطلعت المخالفات بس فين العقابة هتتنقل هيمشوها وبعدين أنا استفدت إيه عندي لأمل في وزيرة المحليات الجديدة دكتورة منال عوض ترجمة نانسي قنقر